كما أكد الرئيس مجلس الوزراء أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السلع بصفة عامة بالأسواق بنسبة 22% وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في السلع الأساسية وصلت إلى 27% بصفة عامة اللي نقدر نقوله من متابعة أكتر من جهة ويمكن هنا إحنا الحقيقة في الأمانة الفنية لللجنة هي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بيقدر أنه ينزل من خلال الحصر على مستوى المحافظات كلها يعني إحنا عندنا دلوقتي بقى فيه حصر كامل محافظة محافظة وبالتالي بنبقى شايفين أنه ممكن بنلاقي الأسعار بتختلف من محافظة وممكن جوة المحافظة نفسها بنلاقي فيه اختلافات في بعض الأسعار ولكن الاتجاه العام من السلع كلها بصفة عامة فيه نزول لحوالي 22% ولكن السلع الأساسية المجموعة السلع الأساسية النزول فيها أكتر يعني بيتجاوز 25% ممكن تبقى للأرقام حوالي 27% ترجمة نانسي قنقر